طيب هو فوائد البنوك يا جماعة الأمر فيها تحسم من عشرين سنة يا جماعة المشرع المصري أصدر قانون في سنة 2004 قال إن العلاقة ما بين المودع والبنك علاقة تمويل واستثمار فأنا النهاردة لما أروح أدي القرشين اللي معايا للبنك أنا بمول مشروع البنك وبستثمر فلوسي في البنك وعلاقة التمويل والاستثمار علاقة صحيحة ليس فيها شبهة ربا وبالتالي لما أنا أدي الفلوس بتاعتي للبنك والبنك يجي أخر الشهر ولا أخر السنة ويديني إرشين فده عائد من عوائد الاستثمار بتاعتي وهو حلال مية في المية على هذا مجامع الفقه وعلى هذا علماء مصر كلهم مداري الإفتاء من عشرين سنة يا جماعة بتقول هذا لا تصدقي يا حج عواطف أي حد يقولك غير كده يوبا إذن العوائد اللي حرك بتغديها حلال شرعا لا شبهة فيها ولا تسمعي لغير ذلك ولا تسمعي لمن لا يفقه في أمر دينه ولا دنيا شيئا وبالتالي خودي العوائد وادفعي بيها الإيجار وخوديها وكولي واشربي بيها هي حلال مئة في المئة وعندنا تقصيل طويل عملين نقوله على صفحة دار الإفتاء حضرتك دخولي على صفحة دار الإفتاء واسمعي التقصيل والعناصر المتعددة اللي الحلقة مشتساعة مشتساعة